بنسمي الكاميرات الجزءة دايفرام. طبعا الكلام اللي فوق ده ساعتك ما فهمتش منه اي حاج. طب بصتك انا لو احنا عندنا حطة ارض. الاتجاه الطويل بتاعها الالونج في حدود مية متر او ازياد عادي. الاللونج براحطة. الالشورت تكون اخيرة خمسة وعشرين متر. يبقى لها عشان نستخدم النظام بتاع السيلنتركالشيل ابعدت الارض ابتاعة متر في الا hurting اخرج خمسة وعشرين. لو اكبر من خمسة وعشرين متر بيبقى السيلنتركالشيل مش نافع. طب النظام ده عامل ازاي بقا? تركز كده معاك. الشكل في بتاع السيستم بتاع السيلنتركالشيل بيبقى عامل كده. في حسب نحصي سييد بتاعه وقول acaba بترس ازاي. بيبقي عامل كده. استوانا كده جزء من استوانا والجزء ده ممفرق كده وبالرس كده جزء من استوانا جنب بعض فبنسمي الشكل ده اللي ندرك الشل وإن دايما السهل اللي فاتت بنقول لك أن التغطية شكل الكطاع بيقفل الاتجاه القصير والتغطية تمتد في الاتجاه الطويل يعني إيه يعني لو أنت عندك مثلا تريانجولر شد أو ترابوزويدل شد أي شد من الشتير المرة اللي فاتت كنت بتعمل تقول أنك عشان تشوف التريانجولر شد أو ترابوزويدل شد أبص للأرض كده فكان يبالي السيستم بقى الترابوزويدل أو تريانجولر فيبالي السيستم مثلا تريانجولر يبالي من ناحية فكانت رصت الستاتيكال سيستم على الاتجاه المين الشر ده كل السيستم بتاعتير من اللي فات تريانجولر ترابوزويدل أرش جردر أرش سلاب أي حاجة كانت بسبب مرسوسة كده لو السيلنديركالشيل اترصت في الاتجاه القصير يعني لو انت شبت شكلها ده مرسوس في الاتجاه القصير أنا عامل كده وممتد الجوه قالك بنسمي السيلنديركالشيل ساعتها أرش سلاب وده أول حاجة انت لازم تعرفه ان الفرق ما بين الأرش سلاب والسيلنديركالشيل ان الأرش سلاب أنا برص السيستم بتاعه في الاتجاه القصير يعني شكل الأرش سلاب بيبال لو انت بصيت كده بيبال لك ان ده كده شكل الأرش طب أغطي بقية الأرض ازاي بقى جاي عامل السافة كده ممتد لحد الآخر وكان بيتشال زي القرش سلاب كان بيتشال على كامرة رقصية وكامرة أفقية وعمدان كل مسافة اس وهكذا زي الترميل اللي فات بص بقى لو ساعتك قلبة القرش سلاب ده ورصيت الشكل ده اللي هو القرش ده رصيته في الاتجاه التاني نسمي التخطيئة ساعتها السيلنديركالشيل يعني يا باشبوهندس يعني الساعتك هتيجي ده الوقت هتروح تعمل الشكل بتاع القرش في الاتجاه التاني كده طب هل ينفع عامل القرش تقعده مئة متر لا طبعا القرش ده آخره كام في السيلنديركال ستة أو سبعة متر تمانية متر بالكتير يبقى يا باشبوهندس القرش ده آخره في السيلنديركال ستة متر أو تمانية متر لا تمانية طب بقيت الأرض اغطيها ازاي بقى يعني عارف انها عمد كده قرش هنا كده والقرش ده يمدد الجوه كده فيبقى قرش من ناحية دي عشان شوف شكل القرش هبص من ناحية دي بقى مراضة قرش ويمتد الجوه كده طب بقيت الأرض اغطيها ازاي في نفس النظام ده ثم جاي عامل قرش تاني جنبه ويمتد الجوه وبعدين قرش بعده ويمتد الجوه وبعدين قرش بعده ويمتد الجوه يعني يا باشبوهندس بالآخر ايه السيلنديركال شيل هي عبارة عن شوية قرش سلاب جنب بعده بس مرسوسين في الاتجاه الطويل مش في الاتجاه القصير طب حلو او انا حطيت كده قرش سلاب او كده شكل قرش كده جنب بعضهم هيبقى الستاتيكال سيستم او التصرف بتاعهم زي التصرف بتاع السيلنديركال شيل زي التصرف بتاع القرش بتاع الترميل اللي فات يعني هل هيحتاج نفس الكلام نفس السيستم نفس العمدان نفس الكاميرات قالك لأ قمال النظام ده بقى بيتشال ازاي يبقى انا عايز بس ان اول ساعتك تفرق ان السيلنديركال شيل انا بارس القرش بتاعي في الاتجاه الطويل ويبقى طول القرش الاتجاه القصير ده سيلنديركال قمال القرش سلاب كنت بارس القرش على الاتجاه القصير وكان بيبقى اللزبان بتاع القرش هو المين الاتجاه الطويل طب الشكل ده بقى احمله بتتنقل ازاي ازاي ما انت شايف هو القرش مرسوس كده وممتد في الاتجاه القصير فهو محتاج حاجة في البداية و حاجة في النهاية تشيله عشان الكلام دي تشيل، محتاج حاجة هنا و حاجة هنا الحاجات دي باشواندس اسمها ايه؟ قالك بنسمي الكلام ده دايفرام نظام كاميرات و عمدان عادي خالص بس كلمة دايفرام دي، ليه ما قلت نظام كلها مقندي بيم؟ طيب هو عمدان و كاميرات ليه بتقول دايفرام؟ قالك اصلي دايفرام دي باشواندس هي كاميرا؟ باشواندس؟ بيها شكل معين، صدك الصوت بيقطع الصوت بيقطع جامد؟ لا لا ما بيقطعش بيقطعش، انا فتح على فكرة اللايف معك، والصوت ما بيقطعش عادي من عندك بقى كده؟ القرش أو القرش في السيلنديركال دايفرام دي باشواندس؟ محتاج حاجة في البداية، و حاجة في النهاية تشيل، حاجة في الأول و في الأخير، بنسمي الحاجة في الأول و في الأخير دي بايفرام، طبعاً ده الحاجة في الأول و في الأخير بمتدى لحد نهاية الأرض، يعني كده، وهنا برضو كده، هنحط حاجة ريجد تشيل الكلام ده، طب بنسمي دايفرام ليه؟ قلت لك دايفرام هي كاميرا لها خصائص مختلفة عن الكاميرات العادية، و حتى تصميمها مختلفة، و هنبت شكلها كمان شوية، فتبقى الخلاصة يا باشواندس إيه؟ إنها لو عندي حتة أرض، أبعدها L-Long في حدود 100 متر، و L-Short بتاعتي أخرها 25 متر، فمن حقك تغطي الأرض دي في استخدام السيلنديركالشيل، إيه هو السيلنديركالشيل؟ مجموعة من الأرشاط مرصوصة على الاتجاه الطويل، و يبقى الدبس بتاع الجوة أو ممتد الجوة في الاتجاه القصية، طب الأرشاط دي متشالة على إيه؟ متشالة في البداية و في النهاية على حاجة اسمها دايفرام، إيه هو الدايفرام؟ هو كاميرا و عمود عادي خالص، لكن الكاميرا دي لها شوية خصائص، سنأخذها كمان شوية، طعب يا شعب كده؟ طعب يا جماعة؟ تمام، تمام، شكرا، فقالك في البداية هنعمل دايفرام، هرسمي بها كلام اللي أقلته ده بس بالأنيميشن، في البداية في دايفرام، وفي النهاية هنا في دايفرام، والسيلنديركال هيترص في الاتجاه ده، طب هيترص شكله عامل ازاي؟ هيبقى شكله عامل كده، اللي كنت رسمو لك بقى من شوية هنا، هو ده، أنا عايز بس أفهمك، إن الشكل ده كده، مرصوص كده، في الاتجاه الطويل، كده، والطول ده، هو طول القصير، سميحكموا عن ذلك، نحن بنفس، تعاملنا كله مع الطول القصير، يعني اللسبان، بتاع القرش، أو بتاع السيلنديركالشيل، اللسبان بتاعها، هو الطول القصير، الطول الطويل بس travailler على الأرش ها، يعني الطول الطويل، وployر PROFESSOR على القرش، و السيلنديركال، الطول القصير هو السيلنديرجل الذي أصمم به الأحمال تتنقل كيف تتنقل؟ كما ترى الحمل يتنقل بشكل أساسي من القرش سلاب أو آسف من السيلنديرجل للديفرام والديفرام من هناك طبعاً كلام من طفل ما أقول السيلنديرجل لديفرام قلت لك في الأول ديفرام وفي الأخر ديفرام فيبقى الحمل بشكل أساسي يمشي كده لو عايز تعمل هذا الحمل على البلان أهو يا بشبان وبنسمي الاتجاه ده لأنه شبه الكاميرات السيمبل بنسميه بيم أكشن وده مهمتنا النهاردة نصممه يعني النهاردة إن شاء الله تطلعك من السيكشن بتعرف تصمم اتجاه البيم أكشن إيه ده بشبان بسوا في اتجاه تاني؟ لقينا إما إحنا رصينا كذا قرش جنب بعض كده الخط اللي في النص ده لقى الكطول اللي بينهم اتعملت كراكيزة وهمية للقرش يعني بقى فيه كمان أحمال بتتنقل في اتجاه القرش هذا من سلوك السيكشن لأن الخطوط اللي بين كل ستوانة والتانية الخطوط ده اتعملت كراكيز او لقيت ان السلوك بتاعها كنه ركيزة للقرش او للسيلنديرك فلقيت ان فيه اتجاه تاني للحمل الاتجاه التاني بنسميه الارش اكشن يعني بالآخر يا شبان الحمل بشكل اساسي بيمشي في الاتجاه ده وبنسمي ده البيم اكشن والستاتيكال سيستم بتاع البيم اكشن سيمبل والل بتاعته هو الال شورت بتاع الارض يبقى انت تتعاملك كله باش بواندس مع الال شورت تتتعاملك كله وفي البداية والنهاية انت مرتاجز على مين؟ بتايفرام طب حان البيم اكشن ده بس هو اللي بين الحمل قالك لا نتيجة انك رصيت كذا ارش جنب بعض فتلاقي ان فيه سلوك تاني للقرش بيمشي موازي للقرش يعني فيه احمال بتمشي موازي ليه؟ اسمها الارش اكشن فهيبقى الستاتيكال سيستم او النظام بتاعنا للأحمال هنا عامل ازاي؟ ركز بقى الارش اكشن بيدي احماله للبيم اكشن والبيم اكشن يدي احماله ما بيدي احماله بقى الارش اكشن يتوقع الارش اكشن لكه احماله احماله يا شواندس بما تصمم الارش اكشن الأول وبعدين تصمم الارش اكشن لان الارش اكشن لان الارش اكشن متشال على البيم ولا متعود دائما في قرصانة اي حاجة متشال على حاجة بصمم الحاجة المتشالة الأول وبعد كده بصمم الشاية في السيلندريكالشيل مش فارق معي هل هتصمم القرش ولا تصمم البيم الأول ليه لان سواء القرش او البيم فالقوانين بتاعت التصميم كلها قوانين وضعية قوانين استنتاج ملهمش علاقة ببعض في الفولد بليت هتلاقينا بنصمم اتجاه القرش الأول وبعد كده بنصمم البيم لان هو الفولد بليت شواده بالظبط نفس الفكرة فالقوانين من الآخر عايز اقول ايه ان السيلندريكالشيل بتترصف الاتجاه الطويل اللذبان بتاعها هو الاتجاه القصير الحملة بيتنقل بشكل رئيسي في الاتجاه القصير وبنسميه البيم أكشن فيه حملة تاني موازل القرشات بنسميه القرش أكشن القرش أكشن متشال على البيم أكشن بس احنا في التصميم بنصمم اي واحد فيهم براحتنا لان القوانين مستنتاجة ونفيش حد فيهم معتمد على التصميم اللوت ترانسفير بتاع الكلام ده عامل ازاي؟ اللوت ترانسفير ما يسمونه حتتين الحتة الاولانية البيم أكشن وده اتجاه انتقال الاحمال الرئيسية يعني الاتجاه الرئيسية قاسب يعني الاتجاه اللي رايح للضيف راه ده اسمه البيم أكشن وده اتجاه رئيسي للحمل الاتجاه التاني حاجة اسمها القرش أكشن ايه القرش أكشن؟ قالك ده اتجاه او بنسميه كمان اللي سلاب أكشن ده اتجاه انتقال جزء بسيط من الحمل مش كل الحمل طبعا ويبقى موازي للقرشات ومتشال على البيم أكشن فهو انت عايز زود ده يعني يبقى ده اللوت ترانسفير بتاع السيلندير كالشن في الامتحان دايما بيجي لك فرق ما بين السيلندير كالشيل والقرش سلاب كانت مقارنة بحب عملها دايما كده لو احنا في سيكشن كنت بعملها لأول حاجة طب المقارنة دي بلتها هتعمت فيها ايه؟ هتكتب الكلام اللي اقلت ده في مين في السيلنديركال؟ وهتكتب زيه بالظبط بس في مين؟ في القرش فتقول لها بقى ان القرش بيترس على الاتجاه القصير يعني الاتجاه القرش ده شكل القرش هشوفوا لو أبصت كده هيعمل الاتجاه القصير القرش سلاب أحماله بتتنقل لكاميرا أفقية وكاميرا رأسية وعمدان مرصوصة على مسافات اس انما هنا الحملة بيتنقل بيم أكشن وقرش أكشن البيم أكشن بيروح للديفرام والقرش أكشن بيروح للبيم أكشن دي الفروق اللي ما بين القرش سلاب والقرش ايه؟ والسيلديركالسل وممكن تقول كمان ان في القرش سلاب في حاجة اسمها ستيفنر هنا ما فيش ستيفنر الستيفنر اللي هيكا تبقى عند العمدان في كاميرا المقلوبة اللي عند العمدان فده كده يا بشفواندس تعريف السيلنديركال ومفروض ان انت كده فهمت عن إيه سيلنديركال شل وبترص ازاي والأحمال بتمشي ازاي وأنواق الأحمال اللي عندنا ايه؟ مهمتنا بقى احنا في السيكشن ايه؟ نعرفك ازاي بنحسب الأحمال نعرفك ازاي بنصمم البيم أكشن ونجيب الحديد بتاعه ازاي بنصمم القرش اكشن ونجيب الحديد بتاعه برضو وأهم من كل ده ازاي ترسم ليه قوت للسيلنديركال شل لأن هي اصلا التغطيات ديابني في اللي امتحان بتبقى مشكلتها ليه قوت زي الترمي اللي فات كده او انتوا لو كنتوا امتحنتوا الترمي اللي فات وانت هتلاقي ان مشكلتك كلها في اللي امتحان اللي امتحان اللي امتحان بتقعد ترسم في اللي امتحان كتير طب ما تيه كده باش فهندس انواع السيلنديركال شل اللي عندنا ايه يعني شكل القرش ده في منه انواع في منه عندها نوعين بالشكل الاساسي يعني النوع الاولاني بنسميه البيملس اللي هو الشكل اللي قدامك ده سيلنديركال شل بدون كامراء رسمه البيملس اللي هو الشكل ده باش فهندس قرش اوه وقرش تاني وفيش كاميرات نازلة طب انت مش فاهم طب هو لو فيه كاميرات اللي بقى شكلها امتحان ده النوع التاني بنسميه البيمد او الويس بيم هي هيه يعني يقولك سيلنديركال شل بيمد او ويس بيم شكلها اعمل ازاي ده بقى الشابه دي بالضبط بس في كل بداية ونهاية فيه كامير اوه يا باش واندس فحنا عندنا نوعينا بس واندس عندنا نوع اسمه البيملس والنوع تاني اسمه البيمد بيختلف في التصميم بيختلف شوية طبعا في الاحمال وفي الاسترينينجا افشن هتلاقي الموضوع مختلف شوية حتى في رص الحديث فانت لازم في الاول خالص تقرى المسألة كويس ليه باش واندس لانها لو بيم هتمشي سكة لو بيمد هتمشي سكة تاني طب يا باش واندس لو عايزين نصمم من النظام ده بقى ايه هي الديزاين ستيبس ايه هي قطوات الحل اول خطوة كونكريت دايمنشان ولي اوت زي ما قلت لك خطوة اللي اوت حتى برا في الشغل لو انت هتعمل تغطية زي دي مشكلتها انك ازاي ترسم اللي اوت بتاعتك اي تغطية الناس حتى اللي هتخدش مشروع خرصانة الترمي التاني هتلاقي ان انت الوحدة التانية بتاعتك مشكلة الوحدة التانية انك ترسم اللي اوت وتصمم الساب بس باقي الكلام انت اخدته قبل كده حتى في الوحدة التانية اصلا بتصمم مانيوال بلاش برامج لا يوجد كونه التدوم او التدوم وتكون هم اللي هم برامج بس انما الباقي كله القرش جردر والقرش سلاب والكلام ده كله مانيوال يبقى كونكريت دايمنشان ولي اوت الخطوة التانية هبدأ اصمم حساب الأحمال بحسب أربع أحمال اسمهم بي وحمل اسمه دابي خد بس الكلام ده دلوقتي هولوكت كمان شوية او بنحسابه ازاي الخطوة التالتة الخطوة التالتة الخطوة الرابعة الخطوة الرابعة الخطوة الن radius الخطوة الخامسة الخطوة الن بير الخطوة الرابعة هذه المهندس مصمم بهم التالتة ورح المهندس يقول أنته الخطوةoughs ترينج اكشن واللونج ستيل واللونج ستيل والديزاين افشير والشيك باكل دول بصامن بهم مين البيم اكشن الخطوة السابعة ديزاين الارش اكشن ودي خطوة الوحدة هي خطوة احدة خوانينه بتعاوض فيها ديزاين الارش اكشن خطوة احدة ديزاين البيم اكشن اربع خطوة الخطوة التامنة بتجيب حاجة سماء المومنت على الديفرام او المومنت النقاتج من الديفرام ريجيدي ارياس الخطوة التاسعة والاخيرة بترسم الريمبورس من دي تيل ان شاء الله النهاردة هنوصل لحد الديزاين افشير مرة الجاية نقوم بتشيك باكلينج ونقوم بقية الخطوات دي طب تعالع بشواندس نشوف المسألة اللي معنا ونعمل عليها خطوات اللي هم اول خمس خطوات دول بوسك يا ركز با معي بيقول لك استكتشبه جاية لك انا ارئت المسألة اوف لقيت ان الكاميرا او السيندرقل بشيء باكل بتاعتي بصواتي باكل كاميرا ومديك الاف في سيو بخمسة وعشرين والاف في الالبيو بربrag في الالبيو بربrag تلف Kerry بعمل ب بعمل بربrag تلفتلاتين والالبيو بعمل شرط بواحدة وعشرين ما هو المطلوب؟ أنك تعمل جميع الخطوات ساعات في الامتحان عشان الدكتورة توحد الحل دلوقتي سأخش أجيب الـ هي ساعات بتجيه الـ ساعات توحد الحل بتاعك لأنه زي ما أنت هتشوف دلوقتي نقرب نقربها هذه التقريبات مختلفة من حد الثاني إذا جاءت MCQ ستعطيك الشكل كلنا نعمل على نفس الأرقاق إذا جاءت مسألة عادية ستعطيك الشكل ليس مثل هذه المسألة ما هو الشكل الذي أريد أن أصل له؟ السلينديرجال ويسبين فأنا أريد أجيب أبعاد باكية من دول باكية واحدة أجيب أبعادها كل الـ أول الـ الارتفاع التوتال بتاع السلينديرجال بنسمي الـ الارتفاع من بداية الكاميرا لنهاية السلينديرجال من فوق بنسمي ده كله كده مين؟ الـ 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 التوتال جاءت قاعدين ممكن تضرب الـ 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 الممكن التوتال على عشرة. كامرة. لكنها كامرة سيمبل. فالسبان ما يسمع على كام? على عشرة. او اللي شورتة على عشرة. يبقى واحد وعشرين. على عشرة يديك اتنين وواحد من العشرة. وده اول بعدها يجبته. لو كانت السيلندريكال بكامرة كده. فالاتش ده هي. بتنقسم لطولين. طول فوق. بتاع الحتة اللي هي القرش اسمها اف. والطول تحت بتاع الكاميرا اسمه دي. وانا عندي اف و دي. طب عايز اقسم الاتش لف و دي. الاف بكام? قال لك الاف يا باشواندس. بتتاخد تقريبا ستة من عشرة الاتش. فتضرب ستة من عشرة في اتنين وواحد. يطلع معاك بواحد ستة وعشرين من مية متر. الرقم ده فقربه الأقرب. عسرة سانتي بالزيادة والنقصان براحته. فدي حاجة اكتيارية. يعني ممكن واحد تطلع واحد ستة وعشرين. ياخد هو واحد ثلاثة من عشرة. واحد تاني ياخد واحد واثنين من عشرة. فعشان كده قلت لك لو الكلام ده هيجي امسي كيو. لازم هتبقى جيفن. لو عدي هتبقى جيفن. فانا قرفتها بالاقل الصراحة هتلعب بكام? واحد واثنين من عشرة متر. تتوقع هجيبي الدي ازاي. الدي اكيد اتش نقص اف. يطلع معانا بتسعة من عشرة متر. وانا جبت الارتفاع وقسمته الحاجتين. اذا لو الكاميرا بتاعتك او لو السيلنديركال بتاعتنا ويس بيم. ففرضا السيلنديركال تزوج بيم او بيم لس. ايه اللي هيفرق? مش هبقى فيه كاميرات. وبالتالي مفيش دي. ومال الاتش هتبقى بتساوي ايه? تبقى بتساوي الاف. يعني لو انت بيم لس. فالاف بتساوي الاتش. بتساوي الاتش. بتساوي الاتبال على عشرة. ويدي بتاعتك بصفر. مفيش دي اصلا. لاني مفيش كاميرا. قديم صفر. والاف بتساوي الاتش اللي هي اللي تبقى على عشرة. ده لو هي بيم لس. طب تعاني تكمل بقية الابعاد. لو رسمنا سنتر لاين من الكاميرا دي للكاميرا دي. فبنسمي البعد ده بي. البعد بتاع القرش او بتاع السيلندير كالشل. البي دي بكام بقى؟ قال لك البي باشوهندس بتساوي. الال شورت برضو اللي هي اللزبان على من اثنين لتلاتة. هتلاقي كل القوانين اللي هي علاقة بالال شورت. فهيبقى اللزبان على من اثنين لتلاتة. اللزبان بتاعك بواحد وعشرين. يبقى واحد وعشرين على من اثنين لتلاتة. هيتلع معاك رقمين؟ من سبعة متر لعشرة ونص متر. اختار انهي رقم وليه؟ يعني اختار رقم ما بينهم. ولا بختار. هلاخد في اعتباري حاجة؟ حد عارف؟ اقل من تمانية. ماشي. اقل من تمانية او ممكن توصل لتسع متر كمان عادي. ده اول سبب يعني ده اول حاجة. طب حاجة تانية في حاجة تانية في حاجة حاجة. انا هرس دلوقتي القرش. في الطول الخمسة وثلاثين متر. فانا لازم اجيب بعض القرش الواحد. رقم يتنسب مع الخمسة وثلاثين. يعني يدينا عدد بكيات صحيحة. يدينا مثلا خمس بكيات. ست بكيات. سبع بكيات. كل بكية بعرض معين. والعرض ده يكون يتنسب مع الطول ده. يعني من الآخر يابني. الراجل بيقول لي ان البي من سبعة لعشر ونص. هقول لي والله انا هاخد رقم ما بينهم. والرقم ده يكون بيتنسب مع الخمسة وثلاثين. ده ما اعتمد بقى انك حافظ جدوى للضرب. يعني الخمسة وثلاثين دي. مضاعفات مين؟ السبعة. لو خدت البيب سبعة. فألاقي ان انا كده هستخدم خمس بكيات. يعني هارس هنا قرش. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. كل واحدة فيهم عرضهم سبعة متر. يبقى ده يا شواندس. الشرط بتاع البي. اني لازم وانا باخد البي. هي رقم ما بين حاكتين. فلازم ااخد البي. تتناسب مع ال ال لون. فأنا هجرب كده ان ناخد البي. لسبعة متر. وهعمل التشيك. وعلى فكرة الكلام ده في الامتحان مش لازم تعمل التشيك يعني. اللي التشيك انت عامله في دماغك. مش غار يعني. اللي التشيك انك تعمل ايه؟ تقسم ال ال لون. على البي. لو اداك رقم صحيح. يبقى انت كده اوكي. لو اداك رقم كسر. يبقى انت تتغير البي وتفرب بي تانية. في الرنج من سبعة لعشرة ونص. او من سبعة لتسعة. لان عشرة ونص دي كبير اوه. في الرقم باشمواندس البي ده ايه؟ هاخدها رقم ام بتوين من سبعة لعشرة ونص. والرقم ده يكون يتناسب مع ال ال لون. لانه هرس اساسا الارشاط. في الاتجاة بتاع ال ال لون. ومن التالي محتاج البي تكون بتتناسب مع ال ال لون. كده هتبتلك البي. لو رسمنا باشمواندس سنتر لايم في النص. بالضبط. فالمسافة من المركز. لحد بداية الكرب. بنسميها الايه؟ المسافة من المركز لحد بداية الكرب ده. بنسميها الايه؟ ال ايه ده بكام؟ ال ايه ده بقانون بقى. بنسميه نص الكتر في الاليفيجن. القانون بتاعه ايه؟ ار تربيع زائد وي تربيع على اثنين وات. وعلى فكرة القانون ده. هنجدوا بالدوم برضو. سبهوا. ايه ال ار تربيع؟ ال ار هي نص الكتر بتاع الدايرة دي. ايه. طبما الدائرة كترها بي. يجبها نص كترها ايه؟ بي على اثنين. ال واي هو ارتفاع القوس. ارتفاع القوس ده. ارتفاع ايه؟ اف. فيبقى ال ار بي على اثنين. وال وال هي ال اف. ويبقى ده القانون اللي انت ما تحفظه. يبقى ال ايه بتساوي ار تربيع زائد وي تربيع على اثنين واي. ال ار هي نص الكتر بتاع الدايرة. دائرة. يبقى نص كترها ايه؟ باية على اثنين. ال ال واي قاسف هو رتفاع الدايرة. حتيه بي على اثنين تربيع زائد اف تربيع على اثنين اف. اخه ام ما بين الخط والسنترلين هناك زاوية هذه زاوية نسميها Phi O هذا في كم؟ قال لك لو أريد أن تحسبها، ستحسبها من هذا المثلث هذا المثلث، الوطر فيه بإيه؟ والضلع ده ببيع الاثنين فيبقى الزاوية ده الصين بتاعها مقابل على وطر فيبقى السيتا بتساوي صين مينس ون ببيع الاثنين على إيه؟ من المثلث ده كده فيبقى السيتا نوت بتساوي صين مينس ون أر على إيه؟ الأر هي بيع الاثنين يبقى صين مينس ون بيع الاثنين على إيه؟ هتعوض يا رئيس، اللي بي عندك بسبعة متر، والإيه بخمسة وسبعة؟ هيطلع الكلام ده معك بسبعة وتلاتين وتمانية وتمانين من مية درجة أخذ بالك أنا بجهز الكلام ده النفسي قدامي، يحتاجه قدامي فالكام الاثنين لازم تتحصل وأنا ماشي معاك بالتتابعة أو حاجة حاجة عشان كل حاجة ما أعتمد على قبلها طيب جيبنا السيتا خلاص وبعدين بقى بنسمي يا باش مهندس الكيرف أو القوز ده الطول بتاعه بنسميه بي بي جابيتل وده طول القوز طب طول القوز ده بكام؟ قانون يا ابن عام أي قوز في دايرة كان بيجيب طوله ازاي؟ طوله بيساوي نص الكتر اللي قال ايه؟ مضروبة في الزاوية المحطية المقابلة للقوز أو الزاوية المركزية المقابلة للقوز بس بالتأثير الدائري على فكرة القانون ده في سنوية عامة لو انت عايز تجيب طول القوز اضرب نص الكتر في الزاوية من المركز اللي بتحوط القوز من البداية للنهاية فلولا خدتلك الشكل ده كده ورسمته لك فالشكل ده عامل كده ده القوز اللي انا عايز اجيب طوله البي وده ايه؟ اما كنت راسم سنتر لايم في نص الشكل بالزبط كان نص الزاوية ده سيتا نوت قمال الزاوية كلها تبقى كام؟ اثنين سيتا نوت او اثنين فاي نوت ليش معنى؟ لان انا دلوقتي يا باشوهندس عايز الزاوية من بداية القوز لنهاية القوز لانها الزاوية دي كلها انا معاي نصاق في نوت النص الثاني زيه فهيبقى القوز ده اللي طوله بيه قدامه زاوية اثنين فاي او فالو انت عايز تجيب طول القوز اضرب الايه؟ في الزاوية ده هيبست بالتقدير الدائري التقدير الدائري يعني ايه؟ يعني سعدتك هتضرب الايه؟ في اثنين فاي او وعشان تحولها لتقدير دائري بتدرب في بايا على 180 يبقى الايه في اثنين فاي او في بايا على 180 تعال نعود الايه بتاعتنا ب 85 في اثنين فاي او اثنين ب 37 28 ممية في البايا على 180 هتطلع معاك البايا ب 57 00ở 54 لاحظ باشواندس ان لازم البي ده هي تطلع اكبر من البي اللي هي سمول وهتطلع اكبر منها النسبة صغيرة يعني البي سمول كان بسبعة البي كان بسبعة اربعة وكمسين فانت ممكن تعمل تشكه على نفسك بالحتة دي طب بعد ما جبنا البي صدل ويهي الفرق ما بين الا والار بس الاي هو نص الكتر مرسوم من المركز انا السم الكتر ده من الماركز هيبقى نص الكتر من المركز ك promise الار هو المسافة من السنتر لاين افقيا مش من المركز بقى يليه المسافة الأفقية ديه فمنسويش الايه يعني التقوز ده مركزه هو مركز هو الايه اه مركز هو الايه utanم التكوز الملس الولة الكلام ده مفروو من تحت لو بطرت عليها هتلاقي ان فيه خط كده الخط ده بيتقسم نصه بالسنتر لاين النص اللي على اليمين اسمه ار واللي عشبان اسمه ار احنا ممكن لمشي القانون خلاص اتنين باي ايه ايه في السيت عبر 360 وبرايش اللي هو تاني شو راحتك بقى هو هو ده مستنتج من الوقت احنا حافظها كده ما التبنيه هي اياها عايزت بقى اول دفعة اعمل القانون التاني عايزت بقى طالب عادي زي حدث كده وأنه هو واجد أنا مش عايز tapi outputs علم你 blank dun呢 فيا قوة 80ăngoi بيET Temanemfe أيها 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 طيب جلبنا لبي menteme M حكث في اللجاية هذا مهم كل هكذا كلام ده قوانون البني أنا أقولك لي شيئا أنا أسترعى القانون عادة من إيدي اللي آده هذا مهم ومهم حتى في الأنليزز يعني هكذا سيكون قداد أنا كان نفسي هذا السمك بتاعه ثابت. ولكن للأسف هذا السمك مثل القرش ثلاث. بيبقى له ثمك فوق غير ثمك تحت. ولكن لسبب مختلف على القرش ثلاث. هقول لك الثابت ان شاء الله السيكشن الجاي. ولكن دلوقتي سمك فوق اسمه تي اس واحد. وده يا ابن اللي بنصمم به كل حاجة. يعني تي اس واحد ده هيمشي معنا في كل الخطوات الجاي. التي اس فنين السمك اللي لما تقرب من الكامير. بيزيد شوية. وده هنستخدمه بس في الخطوة رقم تماني. طب التي اس واحد والتي اس تي اس بطوة اثنين بكامل. ما لهمشو قوانين. انت هتفرده. التي اس واحد. بواحد من عشرة متر. يعني بعشرة سنتي. والتي اس بطوة اثنين باربعتاشر سنتي. والكلام ده سابت في كل المساء. يعني ممكن في الامتحان. ما تدكش التي اس بطوة اثنين بكامل. لانك عارف انها بعشرة سنتي. و باربعتاشر سنتي. طب التي اس اتنين دي ماشي لحد فين يعني انا هزود السوم كده لحد فين يعني قال لك بنزود السوم كده بماشي مهندس لحد مسافة اسمها اكس هجبها لك كمان شوية بس قبل ما اقول لك ال اكس بكام تعال نجيب عرض الكاميرا دي بنسمي عرض الكاميرا دي البي او البي او بكام من اثنين لاربعة تي اس واحد ودتيلك بقى كل حالة دلوقتي هتبقى معمين مع تي اس واحد اي ابعاد هتلاحبه يا جبه تي اس واحد اي ايدي زين هتلاحبه سوم مع تي اس واحد يبقى من اثنين اربعة تي اس واحد في اللي هنخد انت باثنين يبقى اتنين في واحد من عشرة باثنين من عشرة خليك فاكر بس يا انه عرض الكاميرا بالكامل البي او باثنين تي اس واحد يعني نص الكاميرا النص النص الكاميرا ده كده عرضه تي اس واحد واحد نقص اخر حاجة انك تجيب الاكس دي الاكس اللي هو البعد اللي انا بزود في السمك يعني بزود السمك الاكس بقانون ستة وسبعين من مية جزر الا في تي على فكرة القانون دي هتتعاد تاني بالدوم فانت هتجد ان القانون دي هنعيدها تاني نفس القانون مع اختلاف بسيط فتبقى الاكس بستة وسبعين من مية جزر الا في تي انا تي ارائيس قلت لك بقى اتعاملك كله مع تي اس واحد يبقى ستة وسبعين من مية في جزر خمسة وسبعة واحد من عشرة يطلع الكلام ده معاك بخمسة وخمسين من مية واكبر حاجة لل اكس انها تكون بمتر فهاخدها بمتر اهلا حاجة قاسف للمتر انها تكون بمتر فهاخد ال اكس بمتر يعني بالاخر ال اكس بتتاخد الاكبر من الكمتين دولي ده الستة وسبعين من مية جزر الا في تي ام واحد متر الاكبر منه غالبا المتر هو اللي بي يغلب يعني ساعدتك في الامتحاد لو ما الحقيقة تشتحسب القانون ده خد الاكس بمتر وامشي لانها غالبا الاكس بتطلع بمتر وده يبقى كده كل الكونكريت دايمنشن اللي ساعدتك محتاجها للسيلنديركال شيلويس بيم طب لو هي وزود بيم مفيش دي ال اف هي ال اتش الباقي كله ثابت بقى لو هي نفس الابعاد التانية بالزبط والنفس القانون حد يا شباب عنده ايه سؤال؟ طيب عايزين بقى نرسم اللي او ما تساعدش مهاردس ال اكس ال اكس المرسومة مش في التجاه ال ارش في التجاه التاني صح انا مش فاهم يعني ال اكس المفروضة بتترسم في التجاه ال ايه شورت؟ لان دي ريجيت بتاع الدايفرام لا ال اكس كده بتترسم كده واحد متر كده يعني ال حت كده كده سمكها طويل سمكها كبير وامتد للآخر سمكها كبير نحن نستخدم ال اكس دي ريجيت بتاع الدايفرام نحن نرجع ال اكس دي ريجيت بتاع الكاميرا ال اكس دي ريجيت بتاع الكامير نحن دايما نستخدم ال اكس واحد وفي الاخرية بتطلع بمترة اصلا يعني حد عنده هيسولة يا جماعة حد عنده هيسولة طيب طبعا نرسم بقى اللي اوت ركز معا كده اللي اوت اي دايما متعود بارسم سنتر لاين الاول وبعد كده نتفاهم بقى نرسم ازاي الشكل فانا هرسم سنتر لاين افك في اي حتة في الصفحة وبعدين هرسم كده سنتر لاين رأسي بحيث ان المسافة بين السنتر لاين الرأسي دا وده هي المسافة دي اللي هي البيء اللي بسبعة متر بعد كده بارسم سنتر لاين القرش اهو بحيث ان سنتر لاين القرش يكون ارتفاع من فوق واحد واثنين من عشرة متر جبتها منين اللي هي الاف وبارسم بقية سنتر لاين كل القرشات باكتفي بس نرسم اتنين سيننديركل دا وده بس والتالب بقطع فيه في بدايش واندس الشكل بتاع السنتر لاين بتاعك السنتر لاين الاولاني اللي هو الرأسي ده بتاع العمدان السنتر لاين الافقي ده بيبقى سنتر لاين تقابل السنتر لاين بتاع القرش او بتاع السنتر لاين مع سنتر لاين العمود باخد منه سنتر لاين وبقية منه الارتفاعات بتاع بتاع بقية نرسم الكونكريت دا ده سنتر لاين القرش او السيلنديركل فهرسم منه السيلنديركل خد بالك بقى انا هرسم الحد السفلي بتاع السيلنديركل اللي هو الخط السفلي ده اوقفوا الحد فين انا عارف ان نهاية الخط السفلي ده نهايته مع الكاميرا اوه وعارف ان عشان انزل لنهاية الكاميرا محتاجة اسم السنتر لاين ده مسافة تسعة من عشر اللي هو دي فانا هرسم كده بالبرجل ولو ساعدتك عايز تعرف ترسم بالبرجل ازاي هتفتح الاي اللي هي خمسة وسبعة وتركز عند نقطة التقاطع دي اللي هي النقطة ده ايه والنقطة ده ايه هركز بالبرجل هنا مرة افتح الايه وأجيب كده سنتر او اعمل خط قوس كده اركز هنا مرة تانيةabil ايه واعمل هنا سنتر او اعمل هنا قوس كده فهتلاقي نومة اتنت اضعف خط في نقطة تركز بالبرجل هنا وبنفس الايه ترسم من السنتر لاين تقلل شوية عن الايه ترسم القط اللي بلسو تزود سن عن الايه يعني تزود سن عن الكامسة والسبعة ترسم خط اللي بلسو اللي فوق لكي ترسمي باشواندس، أنا بركز عند البداية هنا بالبرجل، وأفتح A، وهم جاءة أعمل كوز كده. أو، أرسمي لك تاني. بركز هنا بالبرجل، وأفتح A أعمل كوز. وأركز هنا بالبرجل، وأفتح A أعمل كوز تاني. وهم جاءة يا باشواندس، راكز بالبرجل هنا، وأنا مفتوح بضع A، وهم جاءة رسم A. ما هي؟ هتجيب لك A. تقلل عنها شوية، ترسم الخط البلسود ده. شوية دول قد إيه، ما فيش ملي أو اثنين ملي بالكتير، حاجة صغيرة خالف، عشان تتناسب مع البعد السبعة متر ده. وتقلون جاي مزود البرجل شوية، مكبروا، ترسم الخط مين؟ اللي فوق زي ما نرسمه كمان شوية. طب، نهايت بقى الخط اللي تعدى فين؟ نهايته عند التسعة من عشرة، فأرسم خط رأسي. وبعد كده خش على الشمال، مسافة سماء البي أو. اللي فوق، ليه ده، اثنين من عشرة. وبعدين أطلع لفوق، وأقف. أطلع لفوق كده شوية، وأقف. وأرسم الخط اللي فوق. أول ما ترسم الخط اللي فوق، يوصل معاك لحد ما يقبط في السنتر، ثم جاي يطالع خط رأسي. المسافة دي قد ايه بقى؟ مسافة صغيرة، بعينك كده. طب، أنا عاملها ليه؟ يعني عامل حتة اللي في الأول دي ليه؟ لأن الكلام ده لو الدنيا شيتت عليه، لو الدنيا مطرت، هتلاقي إن المية بتنزل، هتنزل على الجنب هنا كده على العمود من هنا من الجنب، فبوز العمود. فبنعمل إحنا ايه؟ نعمل سنة هنا كده، ونعمل في الحتة خرصانة ميود، ويبقى فيه صرف، نظام صرف، فالحتة دي معمولة عشان المطر، كتبقى في بداية السيندركة الشل من الأول خالص، وحتى ما تغشش في الدزاين، فعشان كده قدت لك أعملها اي ارتفاع؟ طب، أنا كده رسمت السيندركة الأولاني، التالي شابهه، ثقر دقائقين، وانزل بالكاميرا، التالي شابهه، لا أعرفه أي فكرة، طب، بعد ما خلصت السيندركة كده، فهشر تهشير خرصانة، أوه، هشر تهشير خرصانة، ومالء الخط اللي ترسم ده، قال لك الخط ده، إسقاط الدايفرام اللي في الأول وفي الآخر، يعني زي ما هتشوف كمان شوية الدايفرام شكله أعمل إزاي، هتعرف أن ده الخط بتاع الدايفرام، يبقى الخط الأفق ده، ده خط الدايفرام، طب، كامل يلا، بعد ما خلصت ده باش مهندس، بتعمل خرصانة الميول هنا وهنا، لنفس السبب برضا، عشان المطر، بشان المطر ما يتجمعش في الحتة الصغيرة دي، سأعمل له خرصانة بيول، واصرف من عليها المطر، بعد كده، بروق على الرسم، فأكتب شوية أبعاد، لو قد لكتبين، كتبين، أربعة صور من مية، ده واحد من عشرة، البعد داس موبي نوت، وأقرر الكلام ده على كل مين؟ على كل الباكات، وبكده ساعدتك، خلصت السيلنديركل اللي فوق، طب السيلنديركل ده متشعل ايه؟ في البداية والنهاية على الديفرام، طب انا رسمت الخط بتاع كامرة الديفرام، نقصك مين؟ العمود، فساعدتك هترسب العمود، بحيث ان السنتر الراسي، وسنتر لاين العمود، طب بعض العمود كان، براحت أخده قد البي او، خده أكبر شوية، بحيث ان الحد الخارجي ده، يطلع عنده يمشي معايا، براحتك برضه، يعني من الآخر، انا عايز في الآخر ان العرض بتاع العمود، يبقى السنتر لاين ده، في نصر، فلو انت زودت عن البي او، يبقى هتزود يمين وشمال، فالافضل انك ترسمه حتى كشكل، قد البي او، وبعد كده بترسم القعدة مسلحة وعدية، نفس الكلام هتعمله في كل العمدان الثاني، نتيجة يا شبواندرس ان السميلات ده هي او، او الاواعد دي منفصلة، فنبقى عايزين نربطها بسميلة، عشان نبنع فرق الهبوط، فالسميل هتربط ازاي؟ دايما بنربط السميل، بحيث انه يبقى كونتنوس، لو انت ربطت السميل بالعمود ده، والعمود اللي قصاده الناحية التانية، خد بالك ان الشكل ده مرتصو على الاتجاه الطويل، فلو عندي عمود هنا، ففيه عمود الناحية التانية، فلو عندي عمود السميل، ما بين القاعدة دي والقاعدة اللي بعده، والناحية التانية جوه هتصالة، هلاقي ان السميل اللي استطلقى بتاعه سيمبل، ومش هيشتغل معي، الأفضل انك تعمل ايه؟ تربط السميل، بين الاواعد المدتالية كده، يبدأ شكل السميل بتاعنا، مش هرسمه الشكل التاني، في الناحية التانية، لان الناحية التانية سيمبل، فارتفاع العمود ده، بيكون كبير، فعايزين نعمل كاميرا، تقلل، الابعاد بتاع العمود، او تقلل، الطول بتاع العمود هديه؟ تقلله شوية، سبتتوقع يا بشواند، الكاميرا بتاع الساعات تجديد، هتبلك هنا خطين، ولا هتبلك قطاع، يعني اللي أنا بقوله ايه؟ هل لما ارسم كاميرا بريسنج، في النص، هتبان زي القرش سلاب، كطاع كده؟ ولا هتبان خطين، هو ايه الفرق؟ لو هي خطين، معناها أنها موازية، للطول الطويل، حتى كل كل موازعة، لطول الطويل، فعشان الكاميرا تبان خطين، معناها أن الكاميرا موازية للطول الطويل، عشان تبان قطاع معناها انها موازية للطول القصير يعني داخل الجوة الارض كده ايه رأيك بقى هل ينفى اعمل في نص ارتفاع الصالة كمرا الكاميرا دي تكون موازية للطول القصير فالناس تخش من هنا كده تلاقي كل عمود والتاني فيه كاميرات في نص اللي ارتفاعها عاملة كده اقعد بقى نط من فوق كاميرات هنزل من تحتها يبقى انت لو رسامت ده في الامتحان اللي هو شكل القطاع ده فتل مستيك لانك بتقول لنا ان الكاميرا ده هي تخلى الجوة الصالة فتوقع انت تخلى جوة الصالة تلاقي فيه كاميرا قدامك ايه عباليه بقى نط من فوق الكاميرا انزل من تحت لا احنا بنعمل ايه يا رئيس بنربط العمدان فعلا ببعض بس في الاتجاه الموازي للطول الطويل عشان تبقى في البداية والنهاية في الدايفرام ده وفي الدايفرام ده ما تبقاش جوة الصالة خالص فيبقى الشكل الصح يا بشوهندس انك ترسم خطوط القاميرا كده اوعى ترسمها قطاع لانك ترسمتها قطاع معاناها ان انت بتحط القاميرات في نص الصالة يبقى لا بشوهندس شكل السلندير كالشيل كليقاو ده لو هو ويس بيم اللي ستلايد الجاية هقولك لو هي وزود بيم بعملك ويالفرق طيب الدايفرام التهشير اللي بين الشيل وبعدها ده ماذا؟ التهشير اللي بين الشيل وبعدها ده يعني ده اللي هو ده اللي بليس بود ده؟ لا اللي هو بين الشيل وبعدهم في النص اه ده خرصائف ميول ايه تمام ماشي حد عنده ايسوا يا جماعة طيب الدايفرام ده شكله عامل ازاي بقى؟ يعني شكل الكاميرا دي عاملة ازاي؟ تبصي قال لك الكاميرا الدايفرام شكلها عامل كده فاتام اين؟ الخط اللي تحت هو ده ومن فوق بتبقى كاميرا مختلفة الدبس كده سنتبش مع مين؟ مع شكل القرش ستلاق مع شكل السلنديركال لان لو كنت عملتها كاميرا مستطيلة كنت هتلاقي ان السلنديركال سلنديركال كده وفي الاول وفي الاخر كاميرا مستطيلة كده فمجدش هتشوف الشكل سنعمله اصدع شكل جمالي فده شكل الدايفرام عامل كده بيبقى عبارة عن كاميرا بس الكاميرا دي بقى ده نفس شكل مين؟ السلنديركال لو السلنديركال بتاعك ويس بيم زي اللي معنا ده فالمسافة دي بيكون كبيرة هل انت محتاج المسافة دي كبيرة فعلا؟ اه ليه محتاجة كبيرة؟ لان ده الدايفرام متشغل على ايه؟ متشغل على العمدان فعند كل عمود فيه ركيزة طب ده كده يا باش مهندس الستاتيكال سيستم بتاع كاميرا الدايفرام كنتينواص اه بتبقى كنتينواص فعلا متشغل على كده عمود طب معنى ان هي كنتينواص مش معنى كده ان فوق الراكيزة دي فيها عزم سالب يعني فيها عزم علوي اه يا باش مهندس طب مش العزم السالب ده محتاج قطاع خرصاني يقومه؟ اه محتاج قطاع خرصاني وبالتالي لو انت السيلندير كالويسبيم فالقطاع الخرصاني هنا بيبقى كبير مسابات كبيرة وطبعها مسابات كبيرة فلا يفضل لان العزم السالب كده هيتشال بسهول وهيبقى الكاميرا بتاعتك سيف ومش هيتولد اي شروخ فيبقى لوويسبيم الشكل بتاعنا كده صح ومش محتاج انك تعمل كاميرا مستطيلة يعني مش محتاج انك توحد ديبس الكاميرا كده مايبقاش كل ده ديبس الكاميرا لا انا ممكن اعمل ديبس الكاميرا من هنا كبير ومن هنا اقل شوية بس الاقل ده كبير برضه لان فيه كاميرا حد ده عنده مش كبير ده يا جماعة بالنسبة للكاميرا العشمان خالص في البداية اه ملا دي ما عملت لهاش حتة في اليافرام تحت ديبس بقى ايه؟ انا قصد حتة افقية كده لا يا عم انا قلتك ده بقى عشان منع البطر بس دي يا سامي انا باكد على داكت ميش ضعب الحتة دي زيادة في الخرصان دي زيادة دي مش كاميرا اصلا حتة اللي فوق دي زيادة كمان حد عنده مشكلة في ده يا جماعة طب بص كده لو عايزين نشرح نفس الكلام تاني بس على دايفرام او اسف على ويزود بيه انا بشرح لك الاثنين ليه؟ الاثنين بيجوا في الامتحان يعني واحدة جاءت في امتحان قبل كده والتانية جاءت في امتحان تاني فلانت تعرف الليه قوت لان الليه قوت بيبعلي درجات كبيرة فتعالك نشوفها باشواندست لو احنا عندنا بيملس نفس الخطوات ياب هرسم سنتر لاين افق والسنتر لاين راسي المسابة بينهم بي وبعد كده هرسم السنتر لاين بتاع القرش او بتاع السلنديرك اللي ارتفاعه كان بقى المرة دي الاف او الاتش لان مافيش كاميرا اصلا تحت مافيش دي هي الاف والاتش قد بعض وبعد كده هرسم السنتر لاين زي معلمتك بركز هنا بالايه؟ وبركز هنا بالايه؟ اعمل كوسين اقطع ارسم الايه؟ الرسمة دي او الكوس ده وده برضو نفس الكلام وبرده هرسم باكيتين وهقطع فيش اي اختلاف طب تعال نرسم بقى شكل السلنديركال جات نفسه او يا رايه طبتين او منازليه طب هل في البداية هنا في كاميرا؟ لا يعني اخر السلنديركال عند الاف دي فيبقى القطة هيتقافل من هنا ويطلع لفوق وده يطلع لفوق كمان ويقافل كده الحتة دي يا رايس عشان بس المطر في البداية ونفس اللي عملته هنا هعمله هنا يبقى خد بالك ان التقافلات بتبقى هنا بقى عند السنتر لاين وعرض التقافلة ده هي برضو البي او قال لا ده مفيش كاميرا يا باشواندس لا ام انا هرص الحديد هنا فمحتاج العرض ده برضو فيبقى العرض ده بيقوف طب بعد كده عملنا ايه؟ بعد كده يا باشواندس خط الدايفراه وبعد كده هشرنا وبعد كده خرصانت الميو لابس اللي فات بفوش اي خلاف فبعد كده بتروع على الرسمة وتحط شوية الكونكريت دايمنشا وبعد كده الكلام ده مفروض متشال على عمدان فمفروض ترسم العمدان برضو في نفس الكلام اللي خدناه قبل كده بالقواعد بس همش هكامل بقى معاك مفروض ترسم القواعد وترسم السميلات والكاميرات زي ما خدنا ايه؟ المرة اللي فات او الاسلايد اللي فات عطول مشكلة تبقى دلوقتي في مين؟ في شكل الدايفراه يبقى هو كراسمة نفس اللي فات بفوش جديد طب شكل الدايفراه عمل ازاي؟ هل الدايفراه بتاعنا بالشكل ده؟ يعني زي اللي فات طب ما تجده نشوف هل يا مشبوبة اندس سلنديركال بتاعتنا؟ ويس بيم؟ قالك لا ده ويزود بيم يعني المسافة دي كبيرة او صغيرة؟ لو عملت الدايفراه نفس الشكل بتاع القرش هل المسافة دي هتبقى كبيرة او صغيرة؟ هتبقى مسافة صغيرة واتفعنا ان فيه هنا مومنت سالب م نيجاتيب نتيجة المومنت السالب ده محتاج عمك هنا كبير لو عملت العمك قد الدايفراه قد قاسف السلنديركال هلاقي ان العمك ده صغير مش هيشيل المومنت النيجاتيب طب نعمل ايه؟ عايزين نزود العمك هنا قالك يا مشبوبة اندس لو انت عندك سلنديركال شيل وزود بيم فمافيش سمكة اصلا عند الركاز الوسطي مش هتلاقي فيه سمك الدايفراه وبالتالي مش عارف اقام العزم السالب ده طب والحل ايه؟ قالك بنعمل الدايفراه مستطيل كامل وبالاول فاعمله زي مين؟ السلنديركال يعني لو هو وزود بيم الشكل الجمالي هنا مش هيبان قصر فعشان كده هتلاقي ان يفضل دايما انك تعملها وزد بيم عشان يبلس السلنديركال من الجنبه ما تيجي تبص طب نتيجة انك عملت مستطيل زي ده كده مش ده معناه ان لو انا قطع في نص الصالة فيه خط في الاخر فوق بتاع الدايفراه زي الخط اللي بتاع ده كده اه اه يا راي يبقى الخط اللي فوق ده نتيجة انه عملت الدايفراه مستطيل عادي ما صغرت السمك من هنا لانه لو صغرته هيصغر قوي لانه ما فيش كامرة مش هعرف قامل ام نيجاتف فانا عملته مستطيل عادي وبالتالي ابان فوق وفيه خط هنا كده صعب يا شعب حادي مش فهم ده طيب كده احنا رسمنا الليه قوت يبقى كده حسبنا ورسمنا الليه قوت الخطوة اللي بعدها خطوة سماع اللوت الأحمال طيب احسب كام حمل حسب اربعة بي واحد بي اثنين بي تلاتة بي اربعة وفي الأجرة اجمعهم بحمل سمودابي لو دي بشواند الشكل الباكية بتاع السيلندريكالشيل فانا دايما بحسب الأحمال لباكية واحدة يعني ايه؟ ركز معي يعني انا بحسب أحمال الحتة دي كده الباكية دي يعني الكاميرا ده هي هتساهم بنص عرضها بس لان بحسب الأحمال من سنتر للسنتر والكاميرا اللي العليمين هتساهم بنص عرضها بس يبقى يا بشواند اما اجي احسب أحمال السيلندريكال بحسبها الباكية واحدة فقط وبالتالي الكاميرا اللي على الشمال هتسام بنص عرضها والكاميرا اللي عليمين هتسام بنص عرضها فبحسب الأحمال ازاي؟ او ايه اللي عايز احسبها اول حمل بسميه الباكية واحدة تعريفه ايه؟ الديدلود بتاع الحتة الميلة ايه؟ شايلة ايه؟ شايلة بسنا والشايلة تستبط فيها فيبقى البي واحدة هو الوزن بتاع الحتة الميلة دي ويبقى برضو متوزع على الميل كده فالبي واحد بتساوي ايه؟ الديدلود فالديدلود بيساوي وزن الخرصانة بلاد الفلور كافر طب انا عندي الحتة الميلة دي ليها اثنين تي اس تي اس واحد وتي اس اتنين قلتلك في الديزاين وبأي خطوات بتعامل مع تي اس واحد فلو انت عايز تعوض يبقى بيساوي خمسة وعشرين واحد من عشرة زائد الفلور كبر اللي دايماً ساعدتك هتفرده بنص لو ماده لكش يا الفلور كبر لأن الكلام ده مش مستخدم قوي فغالباً مش هيتشطط يعني السطح ده مش مستخدم فغالباً ما بيتشططبت من فوق فبنقول مثلاً لو هيتشطط هيبقى عزل ولا حاجة فالفلور كبر ده بيبقى نص فارد إيه اللي لو قدوا لك في المسألة الكلام ده بيساوي ثلاثة كيلو نيوتن على متر مربع ده أول وزن أول بي الحملة الثاني بنسميه البيتنين وده يا ابني اللايف لود اللي بيأثر على الثلاث وطالما اللايف لود بيأثر على الهوروزونتج بالوجيكشن اوه ده كده اسمه البيتنين طب البيتنين ده بكام فارد برض زي فلور كبر لنتيجي ان السطح ده مش مستخدم فالبيتنين بـ 75 من مية كيلو نيوتن على متر مربع هؤلاء أول وزنين البي واحد والبي اثنين البي واحد هو الان ويت او الديد لود للجزء الميل والبي اثنين هو لايف لود على الجزء الميل برد بالنسبة لبي ثلاثة قال لك بي ثلاثة الوزن بتاع القمرات طب ده أنا عندي يا بشمان الشكل اللي أنا عايز هشتب له الأوزانة والأحمار من العليمين في نصف كاميرا ومن على الشمال في نصف كاميرا ماحسب لبك يا واحد وبالتالي ساعاتك هتشتب وزن كاميرا بالكامل وزن نصف كاميرا من العليمين زا 일و・وزن نصف كاميرا من على الشمال يديك وزن كاميرا بالكامل طب الانوي بتاع ايê كاميرا بايه؟ جام وك息 bye بالبي في الدي الكلام ده وزن كاميرا بحالها لماذا حسبت وزن الكاميرا بحلقة؟ لأنه من ناحية هذه نصف كاميرا ومن ناحية هذه نصف كاميرا الجامعة كريب بخمسة وعشرين البي او بثنين من عشر اللي هي ثنين تي اس واحدة قيمة دالك اوف او احنا حسبناها ويديه بثنين من عشر يطلع معايا الكلام ده باربعة ونصف كيلو نيوتن لكل متر طول اخر وزن البي اربعة البي اربعة وزن خرصانت الميول بياخد معايا تأثير خرصانت الميول دي وده بيتفرطه بالتقريبا ثلاثة كيلو نيوتن لكل متر طول بيتفرض يعني إلا لو ادهالك يعني هو ممكن يديك الكلام ده بس هو غالبا بنفرطه بتلاثة كيلو نيوتن لكل متر طول سيبقى ليه الاوزان اللي عنده الاربعة اوزان دول طيب عشواندس تتوقع لو الشكل بتاعنا وزود بين انهي وزن من دول هيتشايد تجاوب كده تأكيد يعني بي ثلاثة عشواندس ممكن ما نشيلهاش كلها لا نشيلها كلها الله هسنشيلها كلها لو ما بيش كمرات يا عشواندس مش هنحط وزن في كمر بي ثلاثة عشواندس تتشايد يبقى لو هي وزود بيم هاشيل بي ثلاثة بس طب انا عايز بقى اجمع الاوزان دي كلها وحطها على مين على السيلنديركا بس بحيث ان انا اخد الكريتكال سيكشن بتاعي واخد السيكال سيكشن بتاعي في الاتجاه القصير كميرا سيمبل في الاتجاه كميرا سيمبل في الاتجاه وعايز اجيب عليها الأحمال دي ده بي بس عادتك عايز تجيب الأحمال في الاتجاه القصير اجيبه ازاي بقى انا جبت الأحمال موازية للبي يعني جبت الأحمال للعكس جبت أحمالها على المتر المربع ولجبت الأحمال على المتر الطولي على فكرة الحملة ده والحملة ده الجبتهم كميرا بصير لان جبت وزن الكاميرا على المتر الطولي لجوء وجبت and K بالقصان الميول على المتر الطولي لجوء نقيصني بقى أحول البي 1 والبي 2 اجيبه بعد المتر الطولي عشان احول he possibly pop الكلام ده لا أحمال في البيم اكتشن لان همي ألو دلوقتي. بقى السيليندريكال ايه? سيمبل. اللي زبان بتاعها واحد وعشرين. عايزين نجيب الدابيو اللي عليها بقى. فقال لك بالنسبة لب واحد. دي موزقة على الطول اللي اسمه بي كابيتل. طب لو انا عايز اجيبها موزقة على المتر الطولي في الاتجاه العمودي عليها بقى اعمل ايه? اضرف العرض دايما. اي حملة على المتر المربع. عايز تجيبه موزقة على المتر الطولي. اضرف العرض اللي بيأثر فيه. فيبقى البي واحد دي يا باشواندس. هتنضرب في البي كابيتل. طب والبي اتنين. هتنضرب في البي سمول. وهجم عليهم بي ثلاثة. وهجم عليهم باربعة. لان بي ثلاثة و بي اربعة. اوزان الكاميرات. وخلصانة الميول في الاتجاه الثاني. على المتر الطولي اصلا. مشكلتي في بي واحد و بي اتنين. اللي موزقين على المتر المربع دول. عايز اجبهم هم كمان موزقين على المتر الطولي الجوة. فاعمل ايه? هضرف في العرض اللي هما بيأثروا فيه. فبي واحد بتأثر في العرض اللي اسمه بي كابيتل. و بي اتنين بتأثر في العرض اللي اسمه بي اللي اسمه بي اتنين. ففي الخلاصة يا باشمنت. بعد ما حسابت بي واحد و بي اتنين و بي تلاتة و بي اربعة. بحث بشكل اسمه بي. الدابي دي بتتساوي ايه? بي واحد في كابيتل زائد بي اتنين في بي سمول زائد بي تلاتة زائد بي اربعة. والاحمال ده بتأثر على كاميرا سيمبل والطول بتاعها هو الـ L-Sort. لأن أنا بصمم الـ B من أكثر. لما تيجي نعوض يلا. يبقى الكلام ده بيساوي. الـ B واحد بتلاتة في الـ B كابيتل بسبعة خمسة سبعة أربعة وخمسية زائد الـ B اتنين بكمسة وسبعين من مية في الـ B بسبعة زائد أربعة ونصف زائد ثلاثة. يطلع معاك الـ W ده بخمسة وتلاتين سبعة وتلاتين من مية كيلو نيوتر لكل متر طول. خلاص يا رئيس خلاص. ليه? جبت كده خلاص. ان اي سيلنديركال فيهم السيلنديركال الواحدة بس. اللي بتاعها سيمبل وعليها حمل بخمسة وتلاتين سبعة وتلاتين من مية كيلو نيوتر لكل متر طولي. هعمل ايه دلوقتي? هحسب الـ الكلام بقى تلك. الكاميرا بتاعة سيمبل هي يا رئيس. طبعا ديه خطوة رقم تلاتة. الـ W 35 ساعة وتلاتين. واللي سبعين واحد وعشرين متر. هرسم مومنت وهرسم شير. تعرف ترسل مومنت وهشير لكاميرا سيمبل على حمل موزع. الشير مسلسين. كيمة كل مسلس الـ أكشة. لها تلاتين واحد وعشرين ساعة وتلاتين من مية. والـ مومنت برابولة قيمته WL سكوير على الثمانية. يطلع بـ 1950 كيلو نيوتر متر. كالكل ايه بقى؟ لكل باكية من السيلنديركال شيل. لان الاحمال ده ايه؟ محسوبة لكل باكية. يعني الحديد ده او المومنت ده او. بتاع كل باكية من السيلنديركال. وكده حسبنا الترينيج عدش. عايزين نصمم بقى. ونجيب اللونج ستيل. وبعدين نعمل نزايل الشير. فضل. وما مش هتيجي تقول لنا ايه مسميات الشير والبننين هنا حسن خامل ديه مسميات غريبة في المحاضرة. يعني ايه مسميات الشير والبننين. هو ده اسمه والتاني اسمه والن مش عارف اكس ايه. ماشي ده في الديفرام ده? لا كان في الحاجات تلاتة مع السينجاجش. ايه السينجاجش عن الديفرام? لا ما كانش الديفرام. كان بيم اناليسز وحاجات كده غريبة. ده حل الديفرام اكشن. التاني كان بتاع ما كانش الديفرام نحسب الحسابات التسهيل. يعني ده كده كما تتعلم في محاضرة كده او لا? اه تمام كده. تمام. يابني الكلام انت بتاع سينجي ما حاجة تعني. طب بص ببعط للمحاضرة بس بعد السكشن. بس كده كده ماشي صح يعني. لا لا هي كده ماشي صح. انا مفيش مشكلة. انا بكلم بس على المسميات اللي احسن تسأل. ببعط للمحاضرة اقول لك مرة جاء مسميات لو فيها مسميات مختلفة اقول هلها. تمام. فكده حسابت المومنت وحسابت الشيك. تعالي بقى انصمم. يبقى خطوة رقم اربعة ان تعمل ديزاين. اللونج ستيل والمين ستيل. احسابه ازاي ده? انا عندي دلوقتي الباكية بتاع السيلندير كالشيل هي دي. اللي عرضها من هنا بيقوع الاثنين وبيقوع الاثنين. ده اللي حسابت لها الاحمال وحسابت لها المومنت وحسابت لها الشيك. باك يا واحد. طب المومنت اللي عندي كان عامل ازاي? كان سيمبل بيشد تحت ويدغط لفوق. وقيمته الف تسعمائة وكمسين. يبقى احنا بنصمم بشوهندس على اكبر مومنت. كلام منطقي يعني. للأسف بقى الشكل بتاعنا ده. ما ينفعش يتصمم بالسي وان جي. لانه مش شكل منتظم. العرض مختلف. فانت مش عارف تستخدم العرض انا عرض في السي وان جي. القطاع مختلف. قطاع غريب. فقال لك طالبك القطاع ده جده غريب. فالمفروض نصممه بالفرست برنسبل. يعني مفروض نقول لك الوقت يروح ذاكي بفرست برنسبل. ويجيب الحديد بتاعك من الفرست برنسبل. طبعا لو روحت حتى بالفرست برنسبل مش تعرف تحل. ان الموضوع اريخي مقوي. والعرض بتاعك لو خدت النيوترال اكس هنا في النص. هتلاقي ان فوق الشكل غريب. مش تعرف تحسيب له ممساحات. مش هتعرف تجيب السي سي. مش هتعرف تجيب المومنت. مش هتعرف تصمم. طب تعجل افكرك بالفرست برنسبل سريعا كده. انا كنت بارسم النيوترال اكس. وبعدين بارسم السترس بيوشن. بس انا مش هرسم السترس بيوشن زي ما اخد ناف تاني. انا هرسمه بالسوق. يعني حاجة تسهليا كده النفس. انا عارف ان هنا في ضغط. وهنا في شد. يعني هنا في قوة ضغط. وهنا في قوة تشد. ما بينهم مسافة اسمها الوي سي تي. فانت عشان كنت تصمم بالفرست برنسبل. المفروض تجيب المومنت. وتصممه. تجيب بقى قوة التيب كام. والقوة تي دقيلة اللي الحديد شايلها. تروح تحولها لمساحة حديد. فده اللي هعمله بالضبط. انا معايا المومنت. الوي سي تي تي. بعد ما جبت تي ده القوة التنشن اللي في الحديد. هصمم الحديد اي كنه عليه تي ألتمت. اي كنه طاق يعني. فبكل بساطة يا رايز. اللي هتستخدم فرست برنسبل الوي سي وان جي. كل اللي هتعمله يا ابني. انا عايز تي ده ايه? اللي بتأثر على الحديد. فلو عايز تحسبها. انت معاك المومنت. يا السلام لو جبتلك الوي سي تي. هتقسم المومنت على الوي سي تي. جبت تي. لان المومنت هزان هو تي في الوي سي تي. بعد ما جبت تي هصممها بمين? هصممها بقوانية الطاق العادل. فيبقى يا باش مهند. نتيجة ان الكطاعة بتاعت. اللي هو مستطيل ولا حرف تي ولا حرف ال. فللأسف مش هتستخدم السي وان جي. والمال هنصمم ازاي? ان ساعتك هتحسب حاجة اسمها تي. هنجيب قوة الشادة تي. ان نقسم العزم على زراع العزم. ومنها هنجيب الحديد. فساعتك اول خط. اجيب التي بكل بساطة اسم المومنت على الوي سي تي. المومنت على الوي سي تي. الوي سي تي ده هي فرضها دايما بتمانية من الله من ال 힘�. خط قائده يا باش مهند. الخطاع اللي بصمم به التصور 40 أو الشير? الدبس بتاعه 8 من 10 الoca.قعد لو الكطاع مكمد الوي سي تي الديبس بتاعه الارتفاع بتاعه تمانية من عشرة الاتش. فقسم المومنت على تمانية من عشرة الاتش. المومنت بألف تسعمائة وكمسين. تمانية من عشرة في اتنين وواحد. يطلع معانا بألف مية وستين. وسبعة من عشرة كيلون يوتر. السؤال بقى. هلو أنا بحسب الأحمال. ضربت في معامل أمان. لا أنا قلت بي واحد في بي. زائد بي اتنين في بي. زائد بي تلاث زائد بي أربعة. وحسابة المومنتات بالأحمال دي. فالمومنتات كلها اللي محسوبة. ووركينج. والشير اللي محسوب. ووركينج. وبالتالي تبقى التين اللي محسوبة ده ايه. ووركينج برضه. طيب ده أنا عايزة أصمم. فأصمم دايما الألتمت. فتبقى الخطوة التانية حسابة تي ألتمت. واحد ونص في التين. واحد ونص في الرقم ده. يا باختصار يا شوانس. ساعدتك معاك المومنت. اقسمه على تمانية من عشرة من الاتش. تجيب التي. الدرابة في واحد ونص. جيبت التي ألتمت. تطلع معاك ان التي ألتمت. بقى الف سبعمية واحد واربعي. عايز تصمم. أكنه طيبة. الاس بتساوي تي ألتمت. في عشرة وثلاثة. عالف ييلد عالجاما اس. اللي هو القانون اللي قدام ساعدتك ده. التي ألتمت. بقى الف سبعمية واحد واربعي. الاف ييلد مدهنا بثلاثمية وستين. الجاما اس بواحد وخمستاشر. تفضل. الدكتورة انا في المحاضرة كملت ديزاين ووركينج. يعني اسمتي بتي اللي طلعتها على الف س. فيه طريقة ووركينج وفيه طريقة ألتمت. احنا هنصمم بألتمت كده. هل هنكمل زي المحاضرة ووركينج ولا هنكمل زي الانتحان. لا ألتمت إن شاء الله. وبرضا هكلم دكتورة انا سرين. عشان هي بمرة السهل اللي كانت صارحة ووركينج. احنا رحنا ألتمت. والتفاعل معنا هي ألتمت. لو هي مصممة على الوركينج. الوركينج كانون سهل أصلا. بتقسم على الف س بس. تسهل من ده. لو هي صمت على الوركينج. لو هي يعني مصممة إننا نعمل الوركينج. بمرة الجاة هقولك إنها نصم ووركينج. فاتقالها بقى سألها. فالإيه استطلع معاك بخمس تلاف كمس ومائة نو وستين. فاستخدم يا فاي ستتاشر يا فاي طبانتاشر. أي بقى خطر عندك. هتحول هيطلع معاك ستتاشر فاي اتنين وعشرين. طب يا شواندي. لازم وانت بتحول بتجيب عدل الأسياخ. يبقى الأسياخ ده زوجي. استجر بس الحتة دي. يعني لو كان طلع معايا قسمت على مساعة فاي اتنين وعشرين. طلع معايا مثلا أربعتاشر وشوي. ما تقربوش لخمستاشر قربوه لستاشر. يعني بيتم التقريب لأقرب عدد زوجي بالزيادة. ليه يا باشواندي؟ لأن الأسياخ ده هتتحط هنا وهنا. هتشوف المرة الجاية. فنصها يتحط يمين ونصها يتحط لشماية. أزم على الاثنين. والأسياخ ده يا باشواندي بتتحط عمودية. على اتجاه السيلنديرك. يعني بتحط في اتجاه البيم أكشن. ده اللي صممت. أنا صممت البيم أكشن. فالأسياخ اللاجبتها هتتحط موازية للبيم أكشن. يعني عمودية على السيلنديرك. هتتحط فين بقى نحطها مرة الجاية إن شاء الله. يبقى ده كده يا باشواندي. صممت اللونج ستيل أو المين ستيل. حد عنده مشكلف ده يا جماعة. حد مشكلف ده؟ حد مشكلف ده؟ يا باشواندي سياخ دي كلها باشواندي ستبقى على الوحيد بتاعي القرش ده كله؟ لا، هنروسها بحتة معاية المرة الجاية إن شاء الله سأقول لك فيه. هتبقى في الكاميرات دي. والجزء اللي في النص ده أنا من فيه. حديد مني وانبقى أرشي هتشوفه هتشوفه المرة الجاية. طيب طبعا. المرة الجاية بس التسليح. تجري بس إننا المرة دي جبنا الحديد اللي محتاجين في بيم أكشن 16 سيخ في 22. يترسل ازاي بقى في القطاع المرة الجاية إن شاء الله. طبعا عايزين بقى نصمم الشير. مش هقول جديد. دي جزاين الشير يابني زي اللي فقى بالزبط. زي بتاع سنة تانية وزي بتاع سنة تالتة. بس الفكرة كلها إن الكود الجديد غير في شوية معاملات. طب تعا نشوف كده خطوات الدي جزاين الشير بالكود الجديدة عاملة ازاي. أنا جبت من شوية كيو. كان ب371-380 من مية. اللي هو الشير يعني. بس ده كان وركنج. هحسابه ألطن. الألطمت ده كان واحد ونصف في الرقم ده. يطلع معايا. بخلوم سمية سبعة وخمسين وسبعة من مية كيلون يوتر. ده كيو ألطمت. كنت بأعمله بعد كده. في الشير بتاع زمان. كنت بأس بحاجة اسمها كيو ألطمت سمول. إجهاد القص. طب بيساوي ايه ده؟ قالك بيساوي. الكيو ألطمت ده ايه؟ مضروعة بعشر أو ثلاثة على البي في الدي. طب هو القطاع اللي أصممه في الشير. عامل إزاي أصلا. مفروض أن هو القطاع اللي قدامك ده. من الباكيا للباكيا. من السنتر للسنتر. لأنه جايب الأحمال وجايب الشير والمومنت. لباكيا من السنتر للسنتر. يعني هنا بتسايم بنص كاميرا. وهنا بتسايم بنص كاميرا. قبل ما يخش معاك على الديزاين. هقولك ملحوظة بس. إن القطاع اللي بيقوم شير. عرض كاميرا كاملة. اللي هو بيقوه. مضروبة في 8 من 10 الاتش. بكافئ الكلام ده كله. بقطاع مستطيل في الشير. القطاع المستطيل ده. عرضه. البي او اللي هي بتساوي. 2 تي اس واحد. وارتفاعه. اللي هو الدبس بتاعه يعني. في 8 من 10 الاتش. عشان كده قلت لك من شوية. إن الارتفاع اللي بصمم به. مومنت وشير هو 8 من 10 الاتش. يعني 10 الاتش دي هي هيئة الوي سي تي. وهي هيئة دي. في قانونة كيو آلتنا. طب الكلام ده جي منين؟ قالك دايما يا شواندس. ثلاث كطاع اللي بصممه. من السنتر للسنتر. اللي بيقوم شير دايما الأعصاب. يعني هكد ان العرض المتوسط. لكل القطاع ده. واحد من عشر. لان فيه حتة الرعصر ما هيهملها. هعتبر ان ده كل سمك واحد من عشر. فلو ساعدتك عايز تقوم شير. لو عندك قوة شير عاملة كده. فتلاقي اللي بيقوم شير. عرض واحد من عشر. وعرض كمان واحد من عشر. لان ده الكطاع على بعض. كله بيقوم. وبالتالي يبقى العرض اللي بيقوم عليه. واحد من عشر زايد واحد من عشر. يعني اثنين من عشر. اللي هي مين؟ البي او. اللي هي اثنين تي اس واحد. طب الدبس بتاع الكطاع بكام؟ انا مش عارف الحديد في ايه؟ انا مش عارف الدبس بكام؟ الدبس والمسافر من فوق لحد تحت هنا اكده. انا مش عارف هنروس الحديد في اين اصلا؟ وبالتالي الدبس ده ايه؟ بتتاخد نسبة من الاتش. كام بقى؟ قالك بتتاخد نسبة بتمانية من عشر من الاتش. فيبقى اللي بيقوم شير. العرض بتاعك واحد من عشرة. مضروب في اثنين. لانه متكرر مرتين. ده ده. والدبس بتاعك بتمانية من عشرة اتش. ليه بشوهندس؟ لانك كما هتيك ترس الحديد مرة الجاية. هتلاقي الحديد بيترس على كامل الكامر. فانت مش عارف الدبس بتاعك فين؟ فبناخده تقريبا بتمانية من عشرة من الاتش. فانا بقولك الخلاصة ايه؟ ان في الآخر خالص. القطاع اللي بيقوم شير دايما. عرضه بيه. ودبسه تمانية من عشرة الاتش. والي سي تي بتمانية من عشرة الاتش برضي. فلو انت عوضت فوق. فالكيو ألتمت بخمسمية. سبعة وخمسين وسبعة من مية. البي باتنين تي اس واحد. اللي هي البي او. والدبس بتمانية من عشرة الاتش. هتعوض يا ريس. هيطلع معاك. في ألف. أو واحد. واحد. ستة من عشرة ميجا باسكال. خد بالك. الاتش والتي اس واحد. بعوض عنهم هنا بالميلي. لان عايزة اجيب الكلام ده من ميجا باسكال. نيوتن. على الميلي متر مربع. فمحتاج ان كل الابعاد عاوض عنها بالميلي. اي استرس. ساعاتك بتعوض عنه في خرصانة. الابعاد اللي في القانون بتاعه بتعوض عنها بالميلي. كودها قاعدة كده. اي استرس. عايزة احسابه. الابعاد اللي جوها بعوض عنها بالميلي. طب جبت الكيو ألتمت. كنت باعمل ايه بعد كده. كنت باقارن الكيو ألتمت. في الكيو سي يو. والكيو ماكسوم. ابدأ بقى ركز معاك. في الكود القديم. الكيو سي يو ده. كان بيقولك انها بتتاوي. اربعة وعشرين من مية جزر الاف سي يو عالجامة سي. وكان الكلام ده كود قديم. وكان معرف ان الكيو سي يو. هي اقصى اجهاد. قص. تقدر الخرصانة تشيله بدون كنات. لكن تعريف الكيو سي يو في الكود القديم. الكود الجديد بقى حاب يتناصح. قال لك ما معلش كده. هي الخرصانة دي. مش بتمر بمرحلتين. مرحلة. بتكون مش مشاركة فيها. ومرحلة تانية خرصانة بتشرك. قال لك. نتيجة لكده. قسم كيو سي يو الحاجتين. ركز بقى. لحاجة اسمها. يعني. قدر التحمل الخرصانة للقص. والخرصانة بتاعتك مش مشاركة. ما احصل لها اي شروع. وده ساعتها تبقى. كيو سي يو بتاعتك بتساوي. ستاشر من مية. جزر. قسم الخرصانة بتاعتنا. خرصانة مش مشاركة. وده قدر التحملها في القص. ستاشر من مية. وقسمها الحاجة تانية. اسمها خرصانة مشاركة. كراب. وساعتها يا بشمهندس. يقولك انها بتشيل. قوة قص. بتساوي. اتناشر من مية. جزر. الف سي يو. على الجاما سي. فالكيو سي يو ده. ليه كمتين. يا خرصانة مشاركة. يا خرصانة مش مشاركة. لو الخرصانة مشاركتش. يبقى ستاشر من مية. جزر الف سي يو. على الجاما سي. لو الخرصانة شاركت. يبقى اتناشر من مية. جزر الف سي يو. طب هستخدم انهي واحدة. دلوقتي هقارن. بكيو سي يو. لما تيجي تقارن يا بشمهندس. هعتبر ان القطاع بتاعي. مش مشارك. يبقى هعتبر ان. لو كارن. هكارن بالستاشر من مية. لو تلاع ان. كيو آلتمت. اقل من كيو سي يو. اللي هي مش مشاركة. ده معانا ان القطاع مش هيشرك أصلا. وبالتالي يبقى سيب. وهستخدم له كنات مينموم. طب لو تلاع ان. كيو آلتمت اكبر من كيو سي يو. اللي هي مش مشاركة دي. ساعتها الخارصة هتشرح. فما احسب الكنات. هتلاقيني بحسب بكيو سي يو كراجد. يبقى تاني يا بشمهندس. الكوب بتاعنا مقسم كيو سي يو. لحاجتين. كيو سي يو أن كراجد. ودي الخارصة بتشيل 16 من مية. جذر الاف سي يو عجامة سي. وكيو سي يو كراجد. ودي الخارصة فيها بتشيل 12 من مية. جذر الاف سي يو عجامة سي. لما قارن كيو آلتمت. في البداية خالص. بكيو سي يو. هكارنها بكيو سي يو أنكراد. لو هي هي أقل منها. معناها ان الخارصة هتشرح. واستخدم مينموم. 5.8. طب لو كيو آلتمت اكبر من كيو سي يو. انت هتشوف. محتاج كنات ولا لا. طبعا محتاج كنات. طبعا محتاج كنات. يبقى الخارصة شراخت. فمما احسب الكنات. هتحسبها بكيو سي يو كراجد. هتشوف ده كمان شوي. يبقى الخلاصة يا ابني. ان ساعتك في الكيو سي يو ده. هتقارن بالستة سر من مية جزر الافي سي يو. مقاومة الخارصانة للقص. قبل ما تشرخ. الافي سي يو عندي بخمسة وعشرين. هتحسب الحزبة تطلع معي. بخمسة وستين من مية ميجا باسكان. هتحسب كمان حاجة اسمها. كيو ماكسموم. اقصى. مقاومة الخارصانة في القص. باستخدام كنات. بتساوي سبعة من عشرة ما اكتلافتش دي. يجي تطلع بتساوي. اتنين سبتة وتمانين من مية ميجا باسكان. كنت بتعمل اي بقى. بتقارن كيو ألتمت. بالكيو سي يو كراجد. والكيو ألتمت ماكسم. تلعب ما بينهم ايه. معناها ان انت محتاج ايه. كنات. فانت قدامك ثلاث احتمالات. الاحتمال الاولاني. ان تطلع ان كيو ألتمت. اقل من او بتساوي كيو سي يو. تعني كيو سي يو مين. انك راجد. فيبقى الاحتمال تكده يوز من ما مستير. يا ايما كيو ألتمت. اكبر من كيو ماكسموم. دي ماكسموم. من سي يو. يبقى انت كده هتزود الكونكريت دايمانشن. يا ايما كيو ألتمت. ما بين الكيو سي يو. وما بين الكيو ماكسموم. دي كيو سي يو أنك راجد يا شباب. في المقارنة. بقارن بالأنك راجد. ليس تشر من مية. ساعتها نيدي سبيشال استير. احنا في المثال. كنا في الحالة دي. يبقى انت كده نيدي سبيشال استير. كنا بنجيب حاجة اسمها. كيو أس يو اس. بتساوي. الكيو ألتمت. ناقص. الكيو سي يو كراجد. لكن ليس معسومة على الاثنين. دعنا نعدي الهالة دي. تعدلينا اللي فوق بالماء ببقى. ملا اللي فوق يا ايه. اللي أخلىها ماكسموم وخلىها. عب. يش. يش. هو قانون الكيو سي يو كراجد. مش مكتوب في الصفحة القبلها تقريبا. مش مكتوب لا. تقولك بقى اللي هو 12 من مية. تمام بس ازود بس. ده كده واربعة. تسعة واربعين مية. أصلا. محضر الكلام ده مفروض على الكود القديم. هو الموضوع ده. محضر الكود قديم. فانا ما بصيت في المحاضرة السلال اللي فاتت. كانت تصرح الكود جديد. وقلت يا كده تصرح الكود جديد برضه. عاديتنا عدل دي كم؟ ايوة لا. لا التانية دي. أخده كوب باست. السلام. احنا طلعنا الحالة يا باش مهندس. فساعدتك هتقسم أو ساعدتك هتروح تجيب كيو اس يو اس. بتساوي ايه؟ كيو ألتمت ناقص كيو سيو كراجد. كيو سيو كراجد بكام؟ اتناشر من مية جزر الاف سيو عالجامسي. بقى الكلام ده بيتاوي. واحد بوينت ستة خمسة سبعة. ناقص تسعة واربعين من مية. التسعة واربعين من مية. اتناشر من مية جزر الاف سيو عالجامسي. هتطلع معاك الكلام ده بواحد سر من مية. اللي جاي بقى زي اللي فات زي زمان. مش هفرق اي حاجة عن اللي فات بقى. هو كده ان وقفت القطاع على حد التشريخ. يعني هو مش هشبهر بقى. لا كده القطاع هشارك ما خلصنا استخدمت كيو سيو كراجد ده. طلبة كيو أل. كيو أل. كيو أل. كده اكبر من كيو سيو أن كراجد. فكده القطاع هشارك. او ماشي تمام. كده مستخدم هنا وأنا أطرح. طرحت منه قدر التحامل الخراصانة بعد ما شركت. اللي هي 12 من مية جزر الاف سيو عالجامسي. لأنه شرك خلاص. تمام. كنت صحة. ليه كنا في القانون القديم. كنا مديجي نطرح كيو سيو كنا بنسمها على اثنين. وهنا بنسمها على اثنين. ما انت لو خدت بالك. كيو سيو كراجد دي. 12 من مية جزر الاف سيو عالجامسي. اللي كانت كم بقى. 24 من مية جزر الاف سيو عالجامسي على الاثنين. تطلع من 12 من مية. طبعا كون ما عملتش حاجة وضحك علينا يا. طيب تمام يش. هي هي. طبعا. طبعا ده السبع دي ازنا. طبعا. دلوقتي لو عندك يو تلات اكتر من 2 ماكسيما. احنا زمان كنا بنكبر القطاع. في الحالة دي هنعمل ايه. في الحالة دي هنكبر البي. هنكبر الاتش. هنكبر كل حاجة. هنكبر الاتش والبي. البي نوت. طيب. فيطلع سيت. ما هو المتحكم في الاتش. الاتش. فتكتبت تماما عشرة من الاتش. والبي او. فلو انت كبرت دول. الاتش متقل. هتطلع اقل من المكسيما. فانا هكبر البي او الاتش. البي نوت قاسم او الاتش. تمام. طبعا. كنت الكيو اس يو اس تلعب بالرقم ده. كنت بعمله بعد كده. فلو نحن كنا نشغالين كاميرا عادية. يعني الكنات بتاعتك ده الشرخ. والكانات عمودية على الشرخ. الكنات لا تتعمودة على الشرخ. مش مش على الشرخ بالضبط. مش عمودية على الشرخ. الشرخ مش أمسة وربعين درجة. والكانات الرأسية عادة. مش كنا عمودية على الشرخ جيد. ساعدك وانا بنقول ايه? وانا بنقول ان QSUS دي لها قانون. اللي هو القانون ده بتاع سنة تانية. ان في الاي على البي في الاس بتتاوي QSUS على الف يلد عجم اس. والكلام ده مش عندنا. احنا معنى نشط للشكل ده. احنا مش كاميرا اصلا. احنا سلنديركالشيل. طب الشروخ في السلنديركالشيل اللي عاملة ازاي? ده مرتجزة من ناحية الديفراغ من ناحية الديفراغ. هتلاقي ان شروخ الشير عاملة كده. بزاوية 45 درجة من عند الركيزة. طب حديد الشير اللي بنحطه هنا عامل ازاي? بيبقى حديد عامل كده يا رايس. حديد ميلد بينتنى مع السلنديركال. بيلاقى في البداية والنهاية بس. هنشيل الشير. طب الحديد ده كان بقى. او ميل بزاوية دي عالشرخ. ده عامودي عالشرخ. ده مش عامودي. بص الشرخ عامل كده. هتلاقي ان الحديد مش عامودي عالشرخ. هتلاقي ان الحديد عامودي عالشرخ. بانتبار. عامل كده. ده كده اسمه حديد عامودي عالشرخ. الحالة ده مش موجودة في الكاميرات. فكنا بستخدم القانون ده. ان الحديد بتاعنا الكنات مش عامودي عالشرخ. طب لو عندي شرخ. والكنات بتاعته عامودي عالي ايه. تاقي اللي عندها في السلنديركال. بنعمل ايه. قال لك القانون بتاعك بيختلف. القانون بتاعك يا رئيس نفس القانون ده بالضبط. بس نتيجة ان الشرخ او الكنات عامودي عالشرخ. فبنقسم هنا على كوزاين 45 زائد ساين 45. والزاوية دي مش هتختلف. دايما هتبقى 45. فالرقم دايما ثابت. كوزاين 45 زائد ساين 45. الرقم دايما ثابت. في حالة السلنديركال شيل. القانون بتاع الكنات اختلف. لان الكنات بتاعتنا عامودي عالشرخ. فنرجع للاصل. ده الاصل اصله. فتقسم على كوزاين 45 زائد ساين 45. في المثال يا شواند. هنستخدم القانون ده. معايا كل حاجة. الاريا السيرب. في مساحة الكنات. في مساحة فرع الكنات الواحد. الان عدد افرع الكنات. والذي هنفرضها دايما باثنين. البي. او الاس اس اس اس. المثابة بين الكنات. البي العرض اللي بيقوم اللي هو البي او. اللي هو اتنين تي اس واحد. الـ QSUS جبتها الـ FL ده عندي 326 أو 42 حسن ما هيديها لك والرقم ده عندي لو جامعتك وزاين 45 زاين 45 هيدديك جزر 2 فالرقم ده دائما ثابت يابني يعني انت ممكن تحفظ القانون ده أسهل أسهل ما تحفظ ده سعان عوض بقى 2 يا مش في كانتين ناحية المينين أو فراهين كان ناحية المينين وفراهين ناحية الشمال لا الشكل اللي كله يبقى فيه كان واحد ميلة كده اه اه تمام انا يقضي يعني انا كن يقضي ان فيه فراهين يمين وفراهين شمال لا ماليش طعب الكلان اللي هي دي لأ مش دي اللي بصم عليه دي مشكلات أصلا ده حاجة ما احطها عشان روس فالحديد بس انا اقضي على الميلة احنا لو خدنا قطاع هلاقي انه قطعت بأربعة سياخ لا لا ماليش طعب اللي فوق هي تبقى تحت بس هيبقى فرع واحد اتنين بس شو ما فرع واحد واثنين من ناحية اليمين وفرع واحد واثنين من ناحية الشمال لا واحد عامل كده ايه وفرع واحد يعني اه تمام تمام اس يو اس عندي بواحد وستاشر هتروح من هناك جيب الاريا اس على الاس تطلع معاك بالرقم ده بعد ما جبت الاريا اس على الاس هتعمل ايه ساعتك هتروح تجيب تفرد الاريا اس بفاي تمانية تروح تجيب الاس تطلع معاك بمية سبعة وعشرين وتلاتة من عشرة هتقربها لأقرب عشرة ملي بالأقل زي الاستادة القديمة تطلع بمية وعشرين تقسم الف على مية وعشرين يطلع معاك تقريبا تمان كنات في تمانية في البكتر صعب يا شباب حد مش فاهم ده كده وخصونا لحد ان احنا نصممنا الشير السيكشن الجاي هنشيك باكلين هنصمم قرش اكشن هنصمم المومنت بتاع الديفرام رجلي دي وهنرسم الريفورس من ديتيل نصيحة بقى لله يعني الناس تذاكر اول باو انت جاي اللي جاي قدام سواد اللي جاي قدام فعلا سواد صعب يا شمهندس هو احنا كنا مفروض يعني ليني كم اسبوع المفروض ان الترمى 14 اسبوع اتسلم انها كم اسبوع اربعة وانت مدى نعام لو يبني كل السنين عندها الشهر ده سواد فانت عندك سوادين 3 اربعة ليه بقى انت في خرصونا بس بتاكد منهك ترمين ترمي ده والترمي الجاي في ان شاء ترجمة نانسي قنقر